السلام عليكم و احبابيكم و احباباتي ان شاء الله كامل تكونوا بخير و الاخير معكم ليلا من قناة عالم ليلا اليوم اجدكم فيديو جديد وصفة جديدة بالشوفان بالنسبة للبنات اللي طلبوا مني وصفات بالشوفان و كما وعدتكم انه راح ندريكم كل الوصفات بالشوفان لزيادة الوزن ستكون مفيدة جدا لانه كما تعرفوا انه الشوفان رائع جدا في زيادة الوزن لحتوائه على كميات رهيبة من البروتين تتخيلوا بنات 100 جرام من الشوفان تحتوي على 11 جرام من البروتين لذلك تبقوا بتابعوا معي الفيديو الاخر حتى تعرفوا الوصفة كذلك تعرفوا طريقة صحيحة لاخذ الشوفان بغرض زيادة الوزن كذلك راح تعرفوا الفوائد او الكمية المطلوبة لاخذ الشوفان في اليوم الوحد لذلك اللي مهتمة بهذا الموضوع ما عليها غير تبع معي الفيديو حتى للاخر قبل ما اروح للفيديو بنات لي اول مرة تظرنا جيدا قلها مرحبا بيك ما تنسيش الاشتراك في القناة تفعيل زر الجرس حتى يسوك اشارة الفيديوهات القادمة اما بالنسبة لمشتركتي حبيبتي ما تنسوش اعجابي الفيديو ومشاركتي على مواقع التواصل الاجتماعي كما قلت لكم البنات هذا هو الشوفان بالنسبة لم يعرفوه او يتباع في السوبر ماركت او السوبر ماركت والشكل التعو من بره في هذا العلب كي ان يعني تختلف من علبة العلبة كل واحد حسب العلامة التجارية والشكل التعو من الداخل هكذا اذا ملقيتوهش في السوبر ماركت تبقى وعند العطارين يعني راح تشروه بالميزة ولكن الاحسن تشروه هكذا يكون نظيف اكثر بالنسبة لي ما يعرفوش الشكل تاو من الداخل هذا هو ايجي قاسي شوية مش راح يجي طعيم اعنقلكم من طريقة صحيحة ليستخدموا لانه بزيف يقول لك شريته ما عرفتش نستخدمه هذا هو كي ما قلت لكم فيه فوائد كبيرة بزيف الشوفان ومن بينها من بينها البروتينات يحتوي على كميات هائلة من البروتينات والسعرات الحرارية لذلك يستخدموه بغرض زيادة الوزن وزيادة كمية السعرات الحرارية بالنسبة لكمية الشوفان اللي نوصيكم بها اخذها في اليوم وهي كمية جرام من الشوفان هذو دي عندهم نحافة شديدة هابين يزيدوا الوزن تحهم بسرعة يعني لازم تاخذ كمية تاع مئتين جرام من الشوفان يوميا مقسمة على طول اليوم روحوا الان بدون ايطالة روحوا لي وصفة اليوم اللي هي بالشوفان راح ناخذوا كوب من الشوفان يعني اللي هو كاس من الشوفان مع كاس من الحليب ونحطوهم فوق النار ونبقى ونخلطو فيهم حتى نحسوا هذا الخليط الثقل وهذا الشوفان الطرع بعدها راح نحطو هذا الخليط على الشوفان والحليب في صح ونضيفو له ملعقة من بودرة الكاكاو الحلوى ليندروها في الحليب ونضيفو له كذلك ملعقة من العسل ونضيفو له كذلك ملعقة من زبدة الفول السوداني إذا كانت متوفرة إذا ما كانت متوفرة تقدروا تستغنوا عليها ونضيفو له حبة من الموز مقطعة رقيق إذا كان متوفر عندكم إذا ما كانت متوفرة تقدروا تأكلوا هذا الشوفان بهذه الطريقة اللي أقول لكم عليها مع الحليب وبودرة الشوكولاتة فقط إذا كانوا عندكم أي إضافات مثل الموز مثل المكسرات تقدروا تضيفوهم مثل العسل إذا كان عندكم عسل النحل الأسود رح يكون مفيد جداً هذه الخلطة تأكلوها صباحاً قبل الإفطار بنصف ساعة وقبل النوم خصوصاً قبل النوم إذا ما قدرتوش تأكلوها مرتين في اليوم كولوها قبل النوم مباشرة يعني عشر دقائق قبل النوم تقدروا تأكلوا هذه الخلطة رح تكون ممتازة جداً كما ننصحكم أنكم ما تحتمدوش فقط على وصفة زيادة الوزن فخلو الوصفة هي مكملة للنقص اليومي مثلاً الأكل التاعك موصلش للسعورات الحرارية المطلوبة باش تزيد الوزن التاعك كمليها بهذه الوصفات مش تتخلي على الواجبات ولا تنقصي من الواجبات التاعك وديري الوصفات هكذا كأنك ما عملت شي لأنه الوصفات هي إضافة على الأكل اللي تأكلها إن شاء الله هتكونوا تبحتوا معي الوصفة مريح وإن شاء الله هتكونوا فهمتوها إذا ما فهمتوهاش كتبوا لي في التعليقات وراح نجاوبكم بنا تجربوا هذه الوصفة رح تكون ممتازة جداً لزيادة الوزن بسرعة خصوصاً لعندهم نحافة مفردة أنا وصلت نهاية فيديو اليوم وصفة اليوم إلى اللقاء في فيديوها الجديدة وسلام